هنا تحول الآن مشاهدين إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية وبالتحديد حول حص منشعة نووية في أوكرانيا المجلس أدعو منذ أوكرانيا إلى المشاركة في هذا الاجتماع تقرر ذلك وعملا بالقاعدة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس أدعو المحتين الآتين إلى المشاركة في هذا الاجتماع السيدة دي كارلو وكيلة الأمين العام لشؤون بناء السلام والسيد رفيالي جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سوف يشارك معنا كما ترون على الشاشة من علامة الطائرة وأمل أن يكون الاتصال جيدا تقرر ذلك مجلس الأمن سوف يباشر اليوم النظر في البند الثاني من جدول الأعمال وأعطي الكلمة إلى السيدة دي كارلو السيدة الرئيسة الأمين العام يشعر بقلق بالغ إذا تصاعد القتال في أوكرانيا المدن الأوكرانية تتعرض اليوم للحصار وتتعرض لاعتداءات متكررة أكثر من مليون أوكراني قد عبروا الحدود الأوكرانية وتم الترحيب بهم في البلدان الأوروبية المجاورة ونحن نثني على هذا الدعم والتضامن كل الذين يطلبون اللجوء يجب أن تؤمن لهم الحماية من دون أي تمييز ملايين الأوكرانيين الذين يبقون في أوكرانيا يتعرضون للقصف غير القصف العشوائي والثقيل وعدد الإصابات في تصاعد مستمر الأمم المتحدة تزيد من مساعداتها الإنسانية في أوكرانيا لكي تستجيب إلى الأزمة المتفاقمة السيدة الرئيسة الأمين العام يتابع بقلق بالغ تقارير القتال حول المحطة النووية زابوريتزيا في أوكرانيا وأن النار قد أثرت على نظام التبريد في هذه المنشأة النووية والعمليات العسكرية حول المواقع النووية وسائر البنى التحتية المدنية ليست فقط أمرا غير مقبولا ولكنها تبين كذلك إنعداما للمسئولية ونعرف تماما الدمار الذي يمكن أن يتسبب به حادث نووي فحادث تشيرنبيل في العام 86 مثال حي عن لماذا من الضروري أن نتأكد من أن كافة المنشآت النووية تخضع لأعلى درجات السلام والأمان ويجب أن نبدل كل الجهود لكي نتجنب حادثا نوويا كارثيا إن شجاعة الموظفين الأخرانيين الذين يستمرون في تأمين سلامة المنشآت النووية خلال هذه الأزمة أمر يستحق أثناء السيد الرئيسة إن الاعتداء على المنشآت النووية مخالف للقانون الإنساني الدولي ولسيما المادة السادسة والخمسين من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقات جناب الذي ينص وأقتبس الأعمال والمنشآت ولسيما المولدات يجب أن لا تخضع لأي اعتداء حتى عندما تكون هذه الأهداف أهدافا عسكرية إذا كان هذا الاعتداء سوف يؤدي إلى انبعاثات خطيرة ويؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة في الصفح المترجمات والتعليمات والحمد العالمية سوف أتبع للفعل للمنزل فقط